تعيين اللواء هذا الريسي يسموه ناصر الدين الريسي جنرال إماراتي على رأس الأنتر بول لمن لا يعرف الأنتر بول باختصار بسيط هو البوليس الدولي وهو جهاز تأسس في 1923 تقريبا عنده قرن الآن ويهدف إلى تنسيق العمل أو مواجهة الإجرام العابر للحدود أساسا دور الأنتر بول الدولي هو أن تكون هناك الدول تتعاون فيما بينها وتبلغ على المجرمين خاصة في قضايا الإرهاب قضايا السايبر كرايم قضايا جرائم الأنترنت الجريمة المنظمة وعموما جرائم التهريب وجرائم الخضرات إلى آخره أنه في الأصل فإن الأنتر بول الدولي يقوم بعمل جميل يعني حيث يمنع الإجرام وينسق ما بين الدول لمحاكمات أو لمحاربة الجرائم والمجرمين ولكنه لا يقوم بذلك دائما فكثيرا ما تستخدم بعض الدول خاصة دول مستبدة تستخدم الأنتر بول واستخدمتهم من قبل لتضييق على المعارضين للتضييق على المعارضين السياسيين على المدافعين نحن حق الإنسان ولدينا أسماء كثيرة جدا تعرضت لأستخدم الأنتر بول دد أي أن هذه الدول الإجرامية أو الاستبدادية أو الطغيانية خاصة في عالمنا العرب الإسلامي تستخدم الأنتر بول من أجل التضييق على الخصوم السياسيين وليس على الفاسدين والمفسدين فالفاسدين والمفسدين يوجدون في هارم السلطة هم اللي يطاردوا الذين يحاربون الفساد أو يؤمرون بمعروف أو ينهون عن منكر إذن الأنتر بول كانت بالرغم من أن دول هناك منظمات عالمية في الحقيقة منظمات حقوقية عالمية كانت عندما بدأ فكرة ترشح هذا الريسي في هذا الموضوع نددت بذلك وقال لا يمكن وهذا رأينا أيضا ورأي كل أحرار أنه لا يمكن أن يكون رئيس الأنتر بول هو جلاد هذا كان معروف كان مفتش في وزارة الداخلية الإماراتية وهناك من يتهمه بممارسة التعذيب وهناك أجانب وعرب وهنود وأوروبيين نمارس عليهم التعذيب أو أمر به وهناك شهادات كثيرة ضده مع ذلك فإن المال الإماراتي اللوبي الإماراتي استطاع في النهاية فرضه والدول التي هي 195 دولة أكثرية هذه الدول شاركت في انتخابه أو على الأقل لم تعترض عليها برغم من الاعتراض الشديد في كثير من المنظمات الدولية الحقوقية وحتى بعض البرلمانيين وبعض الصحفيين يعني هناك صحافة كتبت أنه لا يمكن أن يصبح رئيس الأنتر بول شخص معروف عنه الإجرام ومعروف عنه التعذيب يعني كأنك تسلم إدارة البوليس إلى وهذا البوليس دولي إلى أكبر مجرم أو من بين أكبر المجرمين على الصحة الدولية والحقيقة أن العارفين بالخفايا يقول لك بأن هذا نابع لأن الإمارات تشارك بمبلغ هائل في ميزانية الأنتر بول وحتى كانوا أسسوا منظمة هكذا على أساس أنها منظمة حقوقية يرأسها أيضا جلاد آخر هو وزير الداخلية اللبناني السابق لياس المر وهذا الجلاد هذا لياس المر وزير الداخلية السابق يتلقى أموال من الإمارات وهو وكانه يتبرع بها إلى الأنتر بول عارفين بالموضوع يعرفوا بأنها قضية مال يعني في نهاية المطاف قضية مال البعض يقولون بأن دوره لن يكون مهم باعتبار أنه دور شرفي أكثر منه دور عملي لأن الدور العملي يقوم به في الغالب هو الأمين العام للأنتر بول وهو في الوقت الراهن هو شخص ألماني معروف عموما بأنه إنسان نزيه ولكن مع ذلك كون فقط أن يكون على رأس الأنتر بول لتحارب الجرائم مجرم أو هكذا يتهم بأنه مجرم ومرتكب للتعذيب من طرف كثير من الناس فهذه في الحقيقة كانت صدمة للكثيرين كانت صدمة للكثيرين وإن كان شخصيا كنت متابعة للموضوع منذ عدة أسابيع منذ أن طرح أسمه وكان لديه شبه قناعة من أنه سيمر في نهاية المطاف لأن الدول اللي كان ممكن تحبس هذا الأمر إما موالية بالمناسبة لأنتر بول لما لا أعرف أيضا مقرها الرئيسي في ليون في فرنسا ولديها ستة مراكز عالمية أخرى جهوية إقليمية يبدو أن الفرنسيين أيضا كانوا في عملية الدعم هذه بشكل غير مباشر بل أن فيه كلام اليوم على أساس أنه ممكن يتحول مقر الأنتر بول من ليون إلى الإمارات لأن جهات داخل فرنسا قاعدة تضغط على الإدارة المحلية لمدينة ليون ويقول لهم يجب أن تقوموا بكذا يجب أن تقوموا بكذا وإلا فإن المقر سينقل إلى بلد آخر مقر الأنتر بول يعتقد هناك من يعتقدون أن اللوبي الإماراتي داخل الحكومة الفرنسية يضغط في هذا الاتجاه ويريدون ربما بهذه الفرصة تحويل مقر الأنتر بول من ليون الفرنسية إلى ربما دبي أو أبوظبي وهما كما تقول المعلومات من أكثر المدن في العالم ربما تتقارن معها مدينة مثل مدينة شونغاي أو مدينة بيكين الصينيتين لتحترق هائلة تعتبر دبي وأبوظبي ربما من بين خمس مدن في العالم وهي أشد حراسة إلكترونية بشكل رهيب يعني لا يمكن تتطور الرقابة الإلكترونية الموجودة هناك في هذه المدينتين على كل نحن في زمان فيه كثير من الطغيان وفيه مزيد من الاستبداد وصول ترامب قبل سنوات إلى رئاسة الولايات المتحدة سهل وسرع عمل الاستبداد كانوا في الغالب يعني لما تكون في حكومات هناك في الولايات المتحدة يعني خاصة إذا كانت حكومة ديمقراطية ولا لا يكون هناك لا تسمح باستبداد مباشر رغم أن الحكومة الأمريكية تقوم بحروب وتخوض حروب وفي الغالب حروب ظالمة لكن من ناحية الشكلية لا تسمح لهذا المستبدين الصغار أن يبرزوا بشكل كبير لكن في زمن ترامب كان طبعا صعود هائل لبن سلمان وبن زايد والسيسي صعود هائل بكل ما تعنيه الكلمة وإن كان للإنصاف مثلا السيسي وانقلابه وقع في عهد الديمقراطيين في عهد أوباما ونائب بايدن لره اليوم هو الرئيس الأمريكي ترجمة نانسي قنقر